قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي خلينا نطلع نشوف هذه القرارات بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم وأهم القرارات اللي تم اتخاذها وبعد كده فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة كريم سعيد وأحمد سابت هنتكلم كلام هام جدا فيما يخص المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي أهم قرارات النادي الأهلي ثم فاصل ثم كريم سعيد وأحمد سابت كل التحية مشاهدين الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي جمهوره العظيم في كل مكان وعبر المواقع الرسمية حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نقدم في هذه الدقائق مجموعة من القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم الثلاثاء 23 أغسطس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونبدأ بالقرار الأول الذي اعتمد فيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل هذه الحقوق لمدة أربعة مواسم تبدأ في 2022-2023 إلى 2025-2026 وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الشركة المتحدة اثنين قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه من مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم أستاذ يسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبدالصادق أعضو مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية لهم جميعا عما بدلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت كما قرر المجلس عرض الاتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد عندنا قرار ثالث وأخير الحقيقة له علاقة أيضا بالسياسات العامة وجهود مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة للارتقاء بكل نشاطات النادي ومشروعاته المهمة والمستقبلية مثل استادي النادي الأهلي الحلم الكبير الذي يراود كل عشاق النادي الأهلي استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا اليوم الحقيقة العرض المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية المهندس أيمن إسماعيل وعضو مجلس إدارة المدير التنفيذي حازم هلال حول التطورات الخاصة بملف إنشاء استادي النادي الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال شهر غسطس الجاري بحضور أو بمشاركة أربعة من كبريات الشركات العالمية واستعرض رئيس الشركة والمدير التنفيذي أيضا أمام المجلس ما تم إنجازه في الأمور المتعلقة بملف تسمية الأستاذ كما اعتمد المجلس هذا التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاذ الجديد ما يعني إن شاء الله أنه أخبار طيبة تلوح في الأفق يعلن عنها خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة في ملف إنشاء استاذ كرة القدم للنادي الأهلي هذا كان كل ما لدينا من قرارات نعلنها أو تم انتقائها من جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي وتهم مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي العاشق لكرة القدم الذي نوجه له كل التحية تحية أيضا لحضراتكم جميعا وكالمعتاد نختتم الأهلي في المقدمة وتحية مصر إلى اللقاء